يعني لا يبدو أن نتعرف على الوضع في إدلب نحن مصررين حتى اللحظة رغم الاتصالات لنعاود وماذا في جعبتك اليوم؟ نعم أخي كريم ميداني الأبدامات هنا قصف عنيه فعلى مرغم الريف الشمالي في الرقعة المدن المطرة ضميعة تدكسية الريف الشمالي وخاصة الأبياء، بوطة، قرية الحرية، طاجرية فلسطين، قرية عباطين هناك رائس لا تتوقف من النظام النظام يسقط سيطرته نهائياً على الرقعة هناك جنون من طرف النظام كالترجمة السريعة لإسم جمعة البارح وتوحض جنيع كتاب الرقعة في نواة تحرير الرقعة وفي اتفاع منذ قليل مع رئيس المجلس العسكري أكتب رأى إله خلال أيام سيصبر بيان بالزحف إلى مدينة الرقعة وتحريره بإذن الله عسكرياً هناك تقدم كبير من الجيش الحر هناك انتفاعات متتالية هناك قصص متوالي على الفرقة 17 وهي الفرقة المنتدة من الرقعة إلى غير الزور الفرقة الوحيدة في المنطقة على فكرة هناك قصص من الجيش الحر لا يتوقع قصر قصر نحن لا نسمع إلا سيارات الإسعار سيارات الأطفاء بتجنيل الفرقة تعود للجنود هناك اكتبار بمشافر مدينة بقتل الأسر أيضاً للتنميه يبدو أن بشار لا يطع إليه عنده أي جنود فهو يعتقل أي شخص بخجة الاحتياط أو بخجة التزنيد العسكري أي شخص بين مواليد 75 إلى 95 هو يعتقل لديه تاجيلة دراسية ليس كذلك ليس بمشكلة النظام يعتقل أي شخص لتزنيده لقل أهلهم جيد يعني في الحقيقة أيهم نتسأل عن طبعاً كونه ذكرت كلمة احتياط يعني في دعوة للاحتياط فهل من يلبي دعوات الاحتياط وينضم إلى جند الأسد يعني لا يقتل أهله ليس هناك أي شخص مستحيل خاصة هنا في رقا بعد أن رأوا إسلام النظام النظام الأخير لا يقصد ثقب القرى السائرة هناك قرى من تفهول ونبدأهم السائرة مهائية مثل نديد العيسى لكن حصل فيه المهزرة مدينة عيسى ليست سائران ليست فيها جيش حر قصف للنظام أصبح الشعب متوقع أن النظام يقصد كل السوريين لأنه ليست سوري هو إغارة ويقصد كل السوريين طيب أيام أيام إذا كان الشعب صار متيقن أن النظام يقصف كما قصف طابور الناس اللي وقفين على محطة البنزين بعين عيسى ليأخذوا مزروعاتهم يأخذوا أمازوت قصفهم أبرياء لا بجيش حر وحتى في بياناتهم يعني متقدمين بالسن وإلى آخر هناك أصبار ولاك متقدمين بالسرق نعم سؤالي إذا كان الشعب متيقن من أن موضوع يعني النظام يقصف الجميع ويقتل الجميع ولا يميز بين موالي وغير موالي أو منخرط أو غير منخرط سؤالي من أين يأتي بالشبيحة في الرقة يعني مو معقول يستورد شبيحة من عند حزب الله ومن إيران هذول عم يجيبهم لا يقتلوا في أماكن محددة فشبيحة الرقة كما يقالهم من الرقة نفسها فمن هؤلاء يعني مين هذا اللي لسه يروح يشبح على حساب النظام مقابل بعض الدراهم أخي ليس فقط في الرقة في كل سوريا هناك من يجيع نفسه بيرخص المر وهذا الشيء معروف هناك من ينبعون أنفسهم هناك يجيعون أي وطنية أو أي اجتماع سوري فقط من أجل ما ليفعل أي شيء ليس فقط هناك في الرقة في أي مكان نعم نتحدث نحن نتحدث عن الرقة تحديدا الآن كون نتحدث بهذا الموضوع وهذا السؤال أطرحه على جميع النشطاء اليوم نريد أن نحدد هوية طبعا ليس في هذا الاتصال الآن معك وأن ما في اتصالات أخرى سيكون لدينا موضوع عن موضوع الشبيحة واللجان الشعبية من هي اللجان الشعبية من أين تمول من أين تجمع من وين عب جيبونا من وين عب لقطوهم بشوارع الرأة من طبعا بحلب من حلب اللي بالشام إلى آخره حتى لا يعني يأخذ الموضوع بأن اللجان الشعبية كون اسمها لطيف جميل حتى لا يأخذ منحة أنه هذول من أبناء الشعب نفسه جايين ليخدموا الشعب أو شيء من هذا القبيل نريد أن نعري هذه اللجان كيف حسينيات الرأة فيها أنا ما بعرف إذا كان الرأة فيها من أتباع المذهب الشيعي طبعا هم أهلنا وهذه مسألة دينية لن ندخل فيها لكن الرأة ما بعرف إذا فيها بعرف بستد زينب ومناطق أخرى بدمشق لا أخي لا ولكن عمل من النظام من أكثر من خمسة أو ست سنوات على تشييع يعني هذا اسمه خلف هذا اسمه معناتها تشيع شيعهم وليس محلين لكن لن ندخل نحن بهذا الموضوع نعم لن ندخل بهذا الموضوع الآن كونه موضوعنا تغطية ميدانية والسياسية ربما في مجال آخر نناقشه مع مختصين لكن يهمني جدا موضوع الشبيحة من هم هل يعني يأتون على أساس عقائدي أم مالي مثل ما قلت واحد بيبيع كل مقدساته وأهله بمقابل الفلوس في من يشبح على عائلته أيضا بالأساس بالأسس هناك بعض الشيوخ العشائر من باع نفسهم لبشار الأسد هم من يعملون على هذه المجال الشعبية وهم من يصنعون الشبيحة بالأموال بغيره بالسكر العشائر القديم بالتبعية من الشيوخ العشيره هناك شيوخ عشائر في الرقة باعت نفسها لبشار الأسد وشكلت هذه المجال للشبيحة هذه حقيقة الأخي في الرقة إذن المصدر الشبيحة بالرقة بعض ضعاف المخلص من وجه المنطقة بعض ضعاف من الشيوخ العشائر والهزبين الذين نفسوا نفسه بعض الزعران من باع وطنهم ومن يوبيعون نفسهم بالنام وصنعوا هذا الفرق من الشبيحة وما يسمى المجال الشعبية في الحقيقة هو الانشقاق يعني وارد وبكل اللي الآن بالجيش الحر وخلينا ناخد المنضمين ونشاطاء في المعارك ضد الأسد كانوا حزبيين ونحن لا نجرم أي كان في لمجرد انضمام للحزب وخصوصا أن الحزب بحد ذات وحزب البعث هو غير موجود وإنما واجهة ولا يوجود لهذا الحزب من سنة تلتا أنا ذكرت لك أنه الخزبيين الخصاء النفس لا يضعون أردسهم بالأبوال ويتكون الخزبيين نعم إذن طيب تعطيني بإجاز لك أيهم كسؤال أخير الآن هل الأعمال بكونه أمبارح الجيش الحر أول من توحد هو توحد بالرقة فهل أعمال الإجرام توازي النشاط بالجيش الحر بالرقة هل قصف مستمر على كافة الأنحاء أم على مناطق معينة مثل تيل الأبيض المحررة فقط لا أخي الكري النظام عندما فقد سيطرتها للرقة لأن الجيش الحر يضرب مبارحة واليوم ضرب جميع الحوازف على أطراف المدينة جميع الحوازف ضربت حاذ القرب راعد وسبعة من عماثره اليوم في عملية نوعية من جيش الحر في كمينة محكم للجيش الحر تم القضب على قابة الفرقة 17 العقيد ركل سليخ صبر والعقيد عبد الرحمن محمد سطور ثم القضب عليه من القاضي المهمين في سرق 17 إذن الوضع هكذا هو في الرقة أبو عفوا أيهم أيهم الخلف من الرقة من شبكة شام شكرا لك وسنتواصل معك ترجمة نانسي قنقر